وعشان اقدر اوصل لهذا الافتقار انا شايف ان احنا لازم نتحقق بسبع صفات تعالوا مع بعض انا وانتو نشوف الافتقار دي اول صفة هي صفة الحب فحاول ان تغسل قلبك بصفة الحب حاول ان تغسل قلبك بصفة ان الله يحبك ودي الصفة اللي احنا اخدناها من سلام المحبة الربانية الحاجة التانية ان الله سبحانه وتعالى يعلم حالي يعلم احوالنا فهو يحبني ويعلم حالي ليه طيب عشان ما اقلقش هو طيب هو يعرف حالي ولا لا لما كون فقير هو يعلم حالي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير السفة التالتة اللي انا لازم اعتقدها في الله عشان يحصل للسلام ده ان الله سبحانه وتعالى لطيف بي ان الله لطيف بعباده يبقى احنا ربنا لطيف بنا يحبنا بعد ما يحبنا ايه كمان يعلم احوالنا لطيف بنا وايه اللي حاصل ويملك كل السفة الرابعة ويملك كل احوالنا يبقى الله سبحانه وتعالى يملك كل احوالنا السفة الخمسة انك تعرف ان الله سبحانه وتعالى قدير يعني يفعل ما يشاء ويستطيع ان يوجد كل شيء اذا اراد السفة الستة ان انت تعلم ان الله يسمعك ويسمعك بغير صوت يعني يسمع قلبك والسفة السبعة ان الله يراك يبقى اذا بهذه السبعية ايه لا يحصل هيكون لدينا ارتياح باني ماذا باني كل شيء افعله الله يعلمه فبهذه السبعية يبقى عندنا تلات خطوات لازم نجرب نفسنا فيها عشان ندخل في سلام الافتقار الى الله الاولى نزود عبادة جديدة وخلونا نبتدي بحاجة تانية تعالوا نبتدي بفلسفة التخلية قبل التحلية خلونا نشوف ان احنا عايزين نبطل ونترك الكلام في حق الناس ونترك كل اشكال البحث حول اخبار الناس ونترك كل اشكال البحث عن الكلام الذي قد يوجع الناس فانا شايف ان انت عشان تقدر تتمتع بدا لازم تبدأ بالتخلية تخلي نفسك كيف تصمت اذا لم تستطع ان تقول قولا حسنا فاصمت حضرة النبي اقول فلياكل خيرا او ليصمت والصيام يصعدك على الصمت ده لازم يبع عندك ورد من الصمت وانت صايم لازم يبع عندك يعلمك الصيام ازاي تصمت وازاي تستمتع بانك فقير ان انت تسمع من الله ازاي انت تحس بانك فقير ان يلهمك الله سبحانه وتعالى لكي تغسل قلبك فتغلق ازن قلبك عن سماع الكلام غير الحسن وتغلق ازن قلبك عن سماع كلام الناس في الناس وساعتها هتحس بان قلبك تخلى في مكان كده في القلب تخلى وهنا قلبك سيتنقى من هذا السوق وكمان الاجراء اللي بعد كده احنا خلاص خلصنا التخلية ناخد التحلية بقى ايه التحلية ان انت تزود عبادة من العبادات تزود نافلة من النوافل ليه لان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد مقال وما تقرب الى المتقربون بأحبة مما افترضتوا عليهم ايه اللي حصل وما يزال عبدي تقربوا الي بالنوافل حتى احب انا عايزك بقى تعمل ايه تنشئ عبادة في قلبك تقربك من الله ان انت مثلا تقول لبنتك مثلا ان انت تقول لزوجتك يا امر عمري تبتكر كلام وتبتكر افعال تقصد بيها وجه الله ان انت تجيب عبادة جديدة لم تدخل على حياتك تجدد بيها حياتك